بسم الله الرحمن الضحيم المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح من فوزان الفوزان الحمد لله العزيز الغفا يبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل ويبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الواحد القهار وأشهد أن محمداً عبده ورسوله المصطفى المختار صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار سلم فسليماً كثيراً أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى الحديث القدسي أن الله سبحانه وتعالى يقول يا عبادي إنكم تخطئون في الليل والنهار وأنا أغفر الزنوب جميعاً فاستغفروني أغفر لكم عباد الله ما أحوجنا إلى الاستغفار وهو طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى فالله جميعاً فالله جل وعلا يدعونا لأن نستغفره من ذنوبنا وسيئاتنا ليغفر لنا ونحن بحاجة دائماً وأبداً إلى الاستغفار تخطئون بالليل والنهار فنحن بحاجة إلى الاستغفار الليل والنهار والاستغفار معناه طلب المغفرة من الله سبحانه وتعالى وله فوائد عظيمة وآثار كريمة أعظمها أن الله سبحانه يغفر به الذنوب مهما عظمت فلا ييأس المسلم من المغفرة ولا يسعاظم ذنبه في جانب عفو الله ومغفرته فإنه سبحانه وتعالى يغفر الذنوب جميعاً كبيرها وصغيرها علانيتها وسرها الكفر والشرك إذا تاب الإنسان منهما تاب الله عليه قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم الله جل وعلا دعا الله جل وعلا دعا النصارى الذين يقولون الذين يقولون إن الله ثالث ثلاثة ويقولون إن الله هو المسيح ابن مريم دعاهم فقال أفلا يسوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم فلا يتعاظمه شيء طلب منه سبحانه وتعالى فهو الغني الكريم كان رجل من بني إسرائيل مسرفا على نفسه للذنوب وكان له أخ مناصحه ويعظه فلما مل من مناصحته وموعظته قال والله لا يغفر الله لكلان فغضب الله عليه وقال من ذا الذي يتألى علي أن يحلف علي أن لا أغفر لكلان إني قد غفرت له وأحبطت عملك فعلى المسلم أن يعظم الرجاء بالله وأن يبادر بالتوبة إذا حصلت منه خطيئة وما أكثر خطايانا وذنوبنا أن نبادر بالتوبة والذين إذا فعلوا فآحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون أولئك جزاؤهم مغفرة من ربهم وجنات تجري من تحتها لنار خالدين فيها ونعم أجر العاملين كذلك الاستغفار يكون من التقصير في حق الله من الصالحين والمؤمنين يستغفرون الله عن التقصير في حق الله لأن أحدا مهما بلغ من العبادة والتقوى فلن يؤدي حق الله عليه ولكن الله يغفر يغفر لعباده تقصيرهم إذا استغفروه وتابوا إليه فالأنبياء عليهم الصلاة والسلام كانوا يستغفرون الله قال أبونا آدم عليه السلام وزوجه ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين قال الله جل وعلا فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم نوح عليه السلام استغفر ربه فقال وإن لا تغفر لي وترحمني أكم من الخاسرين وجميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام استغفرون الله ويتوبون إليه وهم أكمل الناس عباده ولكنهم يستغفرون الله لأنهم لم يوفقوا الله حقه وهذا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يستغفر الله في اليوم أكثر من مئة مرة روى عنه أصحابه أنهم أحصوا له في المجلس أنه يقول استغفر الله وأتوب إليه أكثر من مئة مرة في المجلس الواحد فما بالنا نحن نغفل عن الاستغفار 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 يحصل به نزول المطر يحصل به نزول المطر عند الجدب قال الله سبحانه وتعالى عن نبيه نوح عليه السلام أنه قال لقومه أنه قال لقومه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفار يرسل السماء عليكم مدرار ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار الاستغفار يدفع الله به العذاب قال الله جل وعلا وما كان الله ليعذبهم وأنت فيهم وما كان الله معذبهم وهم يستغفرون ذكر أن الأمان من العذاب بأمرين الأول وجود الرسول صلى الله عليه وسلم بين أمته وأنت فيهم الأمر الثاني الاستغفار وهذا مستمر إلى يوم القيامة فمن استغفر غفر الله له والمسلمون إذا استغفروا ربهم غفر الله لهم وهذا وهذا هود عليه السلام يقول لقومه ويا قوم استغفروا ربكم يرسل السماء عليكم مدرار ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين فالاستغفار تحصل به خيرات كثيرة وفي الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لجم الاستغفار جعل الله له من كل هم فرج ومن كل جعل الله له من كل هم فرج ومن كل ضيق مهرج الاستغفار سمة الأنبياء والمرسلين والأولياء والصالحين لا أحد يستغني عنه وهو مشروع في كل وقت وفي كل حين ولكنه ولكنه يتأكد في مواضع ينبغي للمسلم أن يتحراها يتأكد عند انصراف الإنسان من صلاة الفريضة كان صلى الله عليه وسلم إذا سلم من الفريضة قبل أن ينصرف إلى الناس يقول أستغفر الله أستغفر الله أستغفر الله ثلاث مرات يكون الاستغفار في ختام صلاة الليل قال الله جل وعلا إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون قال تعالى والمستغفرين بالأسحار وفي الحديث أن الله جل وعلا ينزل إلى سماء الدنيا كل ليلة حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول جل وعلا هل من سائل فأعطيه هل من تائب فأتوب عليه هل من مستغفر فأغفر له كذلك يكون الاستغفار بعد الانصراف من عرفة بعد الوقوف فيها قال 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 الله جل وعلا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فالاستغفار مطلوب منا دائما وأبدا وهو طلب المغفرة طلب المغفرة لذنوبنا قال صلى الله عليه وسلم سيد الاستغفار سيد الاستغفار أن تقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بذنوبي أبوء بنعمتك علي وأبوء بذنوبي فاغفر لي إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت أستغفر الله أيها المسلمون داونوا على الاستغفار والهجوا به في الليل والنهار لعلكم تفلحون بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعنا بما فيه من البيان والذكر الحكيم أستغفر الله لي ولكم ولجميع المسلمين الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمد عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه سلم تسليما كثيرا أما بعد أيها الناس ونحن بعد أداء فريغة الصيام وبعد الفطر من رمضان أجدر بأن نكثر من الاستغفار مما قصرنا ومما تركنا ومما أهملنا ونقصنا في هذا الشهر فنستغفر الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا إن على المسلم أن يستغفر لنفسه وأن يستغفر لوالديه وأن يستغفر للمسلمين قال الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات فعلى المسلم أن لا يقتصر على نفسه بل يستغفر لنفسه أولا ولوالديه ولإخوانه المسلمين فإن الله غفور رحيم والتعلموا أن الاستغفار ليس معناه الترديد باللسان فيقول الرجل أو المرأة استغفر الله بلسانه وهو مقيم على الذنوب لا يتركها لابد أن يتبع الاستغفار فرق للذنوب وابتعاد عنها وإلا فإن الاستغفار باللسان لا ينفع ولهذا قال باب السلف استغفارنا يحتاج إلى استغفار أي أن من لم يترك الذنب فإنه يحتاج فإن استغفاره يكون لا قيمة له يحتاج إلى الاستغفار فعلينا أن نحقق الاستغفار قولا وعملا وأن نكثر منه ونلهج به دائما وأبدا إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم علموا أن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وعليكم بالجماعة فإن يد الله على الجماعة ومن شذ شذ في النار إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وارض اللهم عن خلفائه الراشدين الأئمة المهديين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين اللهم أعز الإسلام والمسلمين واذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين واجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين يا رب العالمين اللهم إنا نعود بك من زوال نعمتك ومن فجاة نقمتك ومن تحول عافيتك ومن جميع سحطك اللهم آمنا في أوطاننا وأصلح سلطاننا اللهم ولي علينا خيارنا وقفنا شر شرارنا يا رب العالمين اللهم اجعل ولايتنا في من خافك واتقاك واتبع رضاك يا رب العالمين اللهم أصلح ولي أمرنا اللهم خذ بناصيته إلى الحق اللهم أهده إلى الصواب اللهم رده إليك ردا جميلا اللهم أصلح بطانته وأبعد عنه بطانة السوء والمفسدين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيثاء بالقربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها وقد جعلتم الله عليكم كثيلا إن الله يعلم ما تفعلون فاذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يجدكم ولذكر الله أكبر أكبر